يقول ربنا جل وعلا وعاشروهن بالمعروف تَإِنْ كَرِهْتُمُوهنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِرًا إن مسألة الحب والكره هي من المسائل النسبية فإن المرأة قد يكون محبًا لشيء ثم يصبح في غده كارِهًا له ما قِتَى وقد جاء أن عبد الله ابن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه تزوج امرأةً فجاء فجاءت زوجته الأولى إلى أم المؤمن عائشة رضي الله عنها فقالت لها إن أخاكي قد تزوج امرأةً وإنه من حبه لها قد انقطع لها وترك فجاءت عائشة رضي الله عنها له لتنصحه لأن يكون بعض الأمر الذي يحدث منه أهون مما كان قال الراوي وهو قد روى هذا الخبر الزبير بن بكار في بعض كتبه قال فما دار بعد ذلك بضع سنين حتى انقلب حبه لهذه الزوجة بغضاء حتى انقلب حبه لها بغضاء فجاءت الزوجة الثانية بعد ذلك لعائشة تشتكي لها وترجو منها أن تكلم أخاها بأن يحسن العشرة إليها أو أن يفارقها المقصود من هذا أن الحب والبغض إنما هي من الأمور النسبية التي يقلبها الله عز وجل بين ليلة وضحاها كما أن مسألة الحب والبغض من الأمور النسبية باعتبار الأبعاض فقد يكره المرء خلقا ويحب آخر وقد يكون ذلك المرء كارها لهيئة ولكنه يرى الخلق فيحب الخلق ولذلك فإن المرأة تحبب بنفسها بخلوقها وكريم فعلها وحسن تربيتها لأبنائها ولغير ذلك من الأسباب ولذا فإن بعض الناس عندما يتعلل بأن هذا الزواج لا حب فيه نقول إن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وذلك أن الحب لا يلزم أن يكون شرطا لكل بيت كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء رجل فسأل امرأته أتحبه هي فسكتت فناشدها الله عز وجل أن تجيب فلما ناشدها الله قالت أما وقد نشدتني بالله عز وجل فلا فجاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بالقصة فأمر عمر رضي الله عنه أن تأتي هذه المرأة ثم علىها بالدرة لما أخبرته بالخبر وقال لها ما معناه وهل بنيت كل البيوت عن الحب إنما يتعاشر الناس بالمعروف فالمقصود من هذا أيها الأكارم أن الله عز وجل بيّن أن الرجل ربما كره شيئا من أبعاظ المرأة من أفعال أو هيئة أو وصف ونحو ذلك لكنه إن نظر إلى الجوانب الأخرى لوجد إحسانا ولذلك فإن هناك حديثا عظيما يفسر معنى هذه الآية وهذا الحديث لو جعله المرء نبراسا أمام عينيه لنحل كثير من الإشكالات ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يقول أهل العلم الناس في تطبيق هذا الحديث ثلاثة أطرف فطرفان تطرفا فأخطأا وطرف توسط فأحسن فأما الطرفان الذين أخطأا فرجل ينظر إلى المساوئ فقط فمن نظر إلى المساوئ وتناسى المحاسن فإن ذلك الرجل لا يهنأ بزواج ولا تستقر له حياة بل إن حياته كلها إنما هي في نكت بل إن استمرت على ذلك ولم يكن فصل قال والطرف الآخر الذي أخطأ في هذا الحديث طرف وازن بين الصفات الحسنة والسيئة وهذا مخطئ ولكنه في الحقيقة ليس مخطئاً كمال الخطأ فإن بعده عن الصواب أقل فهذا الرجل إذا وازن بين صفات المرأة الحسنة وصفاتها السيئة فإنه يعاملها حينئذ بالعدل وهذا ليس بالحسن وأما صفة الكمال فهو الذي ينظر إلى صفات الحسن في زوجه وينظر إلى أخلاق الكمال عندها ويثني عليه ويتغافل عن الباقي فهذا هو أكمل الثلاثة